نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من هنا من هذا المكان كما نفعل كل جمعة نرسل سلامنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا محمد وعلى آلك وصحبك أجمعين إلى يوم الدين يا أيها الذين آمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا إخوتي الغوالي الخطبة اليوم ستقول ليست طويلة ولكنها مركزة جدا فكل كلمة هذه لها أهمية أعرف أنها صعبة ولكن نحن بحاجة لها في هذا الوقت هذا الوقت الذي تكثر فيه الفتن والشبهات والهجوم على الإسلام والهجوم على الدين بشكل كامل والهجوم على وجود الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لو لا وجود الله لا يوجد وجود آخر الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لو لاه لن تتم أي شيء في الدنيا دون وجود الله سبحانه وتعالى حتى العملية العقلية لأن الخطبة ستكون عن هذا الأمر العقل يا إخوتي الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لإنسان وكرمه به عن سائر خلقه هذا العقل لو فكرنا فيه العقل ليس شيء العقل غير الدماغ يا إخوتي العقل والإدراك شيء واحد وهو عملية فكرية يتم بها الحكم على واقع وحتى تتم انتبهوا كل كلمة لها أهمية حتى تتم هذه العملية العقلية فلا بد من توافر عناصر هذه العناصر مهمة جدا بدونها لن تتم العملية العقلية أبدا ولن يستطيع الإنسان إدراك أي شيء الشرط الأول وجود الواقع الأشياء التي حولنا الكون الشرط الثاني الحواس التي ترى هذا الأمر الموجود أو تسمعه أو تشمه أو تلمسه أو ترى آثاره الدماغ لأنه بدون الدماغ من الذي سيفسر هذه الرسائل التي نحصل عليها من حواسنا وهناك أهمها انتبهوا يا إخوتي هذه الكلمة أهم شيء في العملية العقلية حتى تستطيع أن تقوم بهذا الأمر وجود المعلومات السابقة انتبهوا المعلومات السابقة أي أنه أعطيكم مثال بسيط موسى عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان طفلاً مسك الجمرة بيده لأنه لم يعرف ما هي صح؟ فلما حرقت يده قالوا له هذه جمرة تحرق هنا ارتبطت تمت عملية العقلية عند موسى عليه السلام حيث أدرك عندما لمسها فاحترقت يده فحس بالألم في دماغه فجاءته المعلومات التي أعطاه إياها الذين حوله فقالوا هذه جمرة لو لم يقولوا أن هذه جمرة لم يدرك أبداً ما اسمها هذه البرتقالة لو لم تعلم ابنك أن اسمها برتقالة ما أدرك ابنك أبداً ما هي الآن نأتي إلى النقطة المهمة النقطة المهمة من الذي علم الإنسان عندما خلقه الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه المعلومات السابقة الله الله علم آدم الأسماء كلها لو لم يعلم الله أسماء لآدم لم نستطيع نحن أن نحكم على أي شيء هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وهي الخطيرة التي نحن بحاجة لها في هذا العصر لأنهم يستخدمونها للطعم بوجود الله سبحانه وتعالى وهي المبادئ العقلية الضرورية المبادئ العقلية الأولية التي فطرها الله في الإنسان وعطاها من تلك المعلومات السابقة أعطاها لآدم هذه المبادئ تسألوني ما هي المبادئ العقلية هذه المبادئ العقلية هي المبادئ الأساسية المبادئ العقلية الأولى التي ينبني عليها كل شيء ولولا وجودها لما استطعنا الحكم على أي شيء مثال مثال واحد أعطيكم حتى ما أعقد عليكم الأمر لكل حادثين محدث يعني خرجت من الغرفة عدت إلى الغرفة وفوجدت فيها عنقود عنب هذا لم يكن موجود عندما خرجت هل يستطيع عقلك أن يتقبل أن هذا جاء هكذا من لا شيء؟ أنت مباشرة بفطرتك تدرك أن أحدهم جاء ووضع هذا العنقود في هذا المكان هذه ينكرها من؟ لأن نحن نعلم أن هذا الكون محدث هذا لا يختلف عليه أحد الآن لا يستطيع أي أحد الآن أن يقول أن هذا الكون قديم لأن العلم تطور وعلمنا أن هذا الكون انفتق من لا شيء السؤال الآن من الذي فتق الكون؟ من الذي خلق الكون؟ الله سبحانه وتعالى هكذا يستخدم ويقول لك لا ليس لكل حادث محدث ويقول لك بالتسلسل تقول لهم الله يقول لك من خلق الله فتعود بها إلى النقطة أيضا هذا من المبادئ الأساسية الأولية وهو مبدأ عدم التسلسل لا يصح التسلسل لا بد أن نقيف عند نقطة أساسية نبني عليها كل فكرة بعدها وهذه هي المبادئ العقلية الضرورية التي لو لاها لم يستطع الإنسان أن يحكم على شيء آخر وهذه المبادئ العقلية الضرورية هي لا تحتاج إلى برهان لأنها هي الأساسي في كل برهان الذين يهاجمون الآن وجود الله ينكرون هذه المبادئ العقلية الأولية ويقولون لك لا مثلا من المبادئ العقلية الأولية أن الشيء لا يمكن أن يكون موجب وسالب بنفس الوقت لا يمكن أن يكون موجود وغير موجود بنفس الوقت إما أن يكون موجودا أو أن لا يكون موجودا فهم يطعنون في هذه النقطة يقول لك ما أدراك نقول لهم هذه لا تحتاج إلى برهان لا يمكن للشيء أن يكون ذاته وغيره بنفس الوقت هذه من البادئ الأساسي العقلية التي هي الأساس لمنطلق كل فكرة بعدها والتي غرسها الله في الإنسان الذي علم الإنسان ما لم يعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المستغفرين فاستغفره يغفر لكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله